أما أنا كنت في الإسلام كنت زي ما حيك قلت الفكرة بتاعت وفديناه بدبحنا عظيم في صورة الصفات ودي كانت الكبش اللي فدى الفكرة اللي هي لفداء هما بيقولوا إسماعيل أو إسحاق اختلفوا ابن إبراهيم هو مش مذكور بس المفسرين المفسرين اختلفوا لكن هو فدى ابن إبراهيم بكبش فكرة الإلهية علشان أنا قفدي لا بس مهم جدا إسحاق لأنه الكتاب واضح في العالم الجديد بنسلك يعني أي بواحد مش الأنسال تمام إحنا بنؤمن أنه هو إسحاق واختلف العلماء في المسلمين ما بين إسحاق والسماعيل لكن الفكرة هي فكرة ربنا أنه هو يفدي بني آدم بحاجة حيوانية بتدبح وبينزل دمها يعني ما فداش إسحاق بشوية زرع مثلا شوية فكهة خضار لكن الفداء كان جاي على أساس أنه هيذبح مكان إسحاق كبش فبالتالي فكرة الدم أنه في حاجة هتموت من أجل حاجة حد هيطلق وحد تاني هيموت نعم فعايز أقول أن ابن باز قال الحتة ده هيت في فتوى قال فداء له من الحوادث والبلايا عوضا عنه وقال يفدي له حتى لا يقع عليه شيء يعني إذا كان فيه شيء يكون فيهم لا فيه يعني أنا عندي حاجة بتقع على اللي فداني فأنا دلوقتي عندي زنوب خطايا أنا عندي كل يوم بارتكب أثام أعمل إيه؟ هل أنا أستنى لغاية آخر لحظة بعد ما موت عشان أقف قدام الله الديانة العادل بميزان وأنا مش عارفة الميزان ده هيبقى حسناته أكتر من سيئاته ولا سيئاته أكتر من حسناته أقف قدام ربنا الديانة العادل وبعدين بعد ما أقف يبتدي ربنا يوزن وربنا هو اللي يقولي هتروحي النار واللجنة طيب ما أنا بدل ما أدخل في الطريق المسدود ده أدخل في طريق تاني مختلف طريق بدلية طريق حد ياخد مني اللي ليه ويديني اللي ليه وهو ده الطريق اللي ربنا ادهونا من خلال المسيح أنا ما كانش عندي سلام أنا محتاجة كنت أقف على حاجة سبتة تعطيني سلام وضمان أبدي أنا دلوقتي بغمد عيني هنا ومعرفش هفتحها فين بعد كده ما عنديش يقين أنا رايحة فين لكن فين اليقين اليقين هو في المسيح وعلشان كده هوت أنا أما جيت أتعرف على المسيح لقيت إن المسيح عامل زي اللي بيبني بيته على صخرة المسيح ثابت الله كلماته ما بتتغيرش ما بتتغيرش لدرجة إنه هو يعني يعمل عمل الفداء يعني ما بتتغيرش كلماته ثابتة حتى عليه هو يعني مش هيغيرها ويقولك إيه طب دول أخطأوا طب ادعوا شوية واغفر لهم لا الله ثابت عدله ما بيتغيرش ما ينفعش أقول عدل الله بقى واحد في المية واثنين في المية لا عدل الله ثابت ومحبة الله ثابتة وقداسة الله ثابتة مية في المية لأن الله كامل كمال لله وحده فهو ده اللي خلى الله يعمل هذا العمل العظيم ومش خلاه لده هو في الفكر الإلهي من قبل تأسيس العالم أنه ييجي الفادي علشان يشتريني ييجي الفادي علشان يقف مكاني وييجي علشان يدي رشه السلام يديها الطمأنينة يديها اليقين تبقى وقفة وثبتة ومتأكدة أنا أغمضيني هنا هفتحها هناك ليه؟ لأنه هو وعد هو قال أنك أنت لا دينون الآن إذن لا دينون الآن هلذين هم في المسيح أنا أقبل المسيح أنا أقبل الفداء يبقى أنا معنديش دينون أنا عندي وعد أبدي بالمعية معاه ترجمة نانسي قنقر